دعوني أفكركم بفليسي بارتو سباستياو أمران طبعا الناس لما أقول اسمه هو واحد من اللعيبة اللي ما تتنسيش أبدا من تاريخ النادي الأهلي لكن طول ما أنا بتكلم أو بقول اسمه الحقيقي ناس كتير أنا متأكد أنها ما تعرفوش لكن الكلام على واحد من أمهر وأهم اللعيبة اللي جات في تاريخ النادي الأهلي محترفين أجانب أقصد أعتقد مشوار طويل جدا وناجح جدا وبصمات كتير اتحققت معجيل من أفضل الأجيال اللي بست تي شيرت النادي الأهلي كلام طبعا على جيل بيرتو الأنجولي الدولي اللي عاش معنا سنين طويلة جدا وتحس أنه الغاية النهاردة ما زال اسمه مرتبط بالنادي الأهلي جيل بيرتو النهاردة بيحتفل بعيد ميلاده الأربعين عشان كده فكرنا نبتدي السادسة ونقوله كل سنة وانت طيب أكيد ما تقدرش تنساه أبدا والحقيقة يمكن عملة ندرة أنك تلاقي لعب عنده القدرات الهجومية بنفس المستوى مع القدرات أو يتتساوى في المستوى مع القدرات الدفاعية لعيب مهارته عالية جدا لعيب عنده السرعة عنده الخفة عنده الرشاقة عنده القوة كان واحد الحقيقة من أهم اللعبين المحترفين الأجانب اللي جون مصر عموماً ولعبه مع النادي الأهلي خصوصاً وانيمكن بفتكر وأنا بشوف اللقطات دي مجموعة من اللقطات لجيل بيرتو اللي قدمناها لحضراتكم في فقرة الحريف السادسة حقيقة يمكن نتمنى دايماً الكواليتي دايماً تبقى موجودة عندنا في النادي الأهلي ونراهن عليها إن شاء الله في السيزن اللي جاي وهنا عارف طبعاً